أحدث عن الملياردير إيلون ماسك الذي استحوذ على 9.2% من أسهم شركة تويتر في صفقة تجعله أكبر المستثمرين في واحدة من بين أبرز شركات التواصل الاجتماعي عبر العالم طبعا هو صاحب شركة تيسلا أشار في تغريدة سابقا إلى أنه يفكر بجدية في إنشاء منصة التواصل الاجتماعي ومن هنا بدأت تلميحات إيلون ماسك قبل الظفر بأسهم تويتر أمال لو شوفوا هذا الاستثمار الملفت جاء بعد حوالي أسبوع من انتقاده لمنصة تويتر باعتبار أنها لا تلتزم بمبدأ حرية التعبير حيث غرد قائلا إن حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة متسائلا في استفتاء عما إذا كانت تويتر يلتزم بشدة بهذا المبدأ شارك في هذا الاستفتاء أكثر من مليوني مستخدم صوت منهم الأغلبية بنسبة 70% بلا وأمال هنا نستنتج مدى تأثير إيلون ماسك على منصة تويتر طبعا يمكن أن نرى طريقة تفكير هذه الشخصية التي تعدت حدود الفضاء أن تكون ملهمة للكثيرين طبعا هو شخصية ملهمة وشخص ناجح من خلال ما مر به الفشل هو يعتبر أن الفشل أولى خطوات النجاح يعني فشل في محطات كثيرة في حياته أنت فشلت ياسين؟ ليس بعد أكيد أكيد الفشل هي محطات من النجاح المهم أننا لن نفشل لهائيا طبعا لو نحكي على مدى تأثير ماسك يعد أكبر الشخصيات المؤثرة على تويتر حيث يقدر عدد متابعيه أكثر من 80 مليون متابع واجه مشاكل بانتظام على منصة أو على منصة تويتر ويسعى حاليا لتخلص من صفقة أبرمت عام 2018 مع هيئة الأوراق المالية والبرسات التي وضعت ضوابط تتعلق بتغريداتها على تويتر بخصوص شركته تيسلا من شركة تيسلا؟ شركة السيارات الكهربائية الرائدة وهي التي ساهمت في طراء هذا الشخص طبعا وهي الآن تنافس على المستوى العالمي في مجال السيارات الكهربائية وحتى الروبوتات أيضا سيارات قادمة من المستقبل من المستقبل طبعا يعني لو نأتي شوفوا مادة تأثير دائما إيلون ماسك يعني على ضوء هذا الخبر خبر استثمار إيلون ماسك في تويتر أسهم شركة تويتر قفزت بنسبة 7% مباشرة بعد الإعلان عن هذا الخبر لدى افتتاح السوق في نيويورك أمسل إثنين أمسل إثنين أكيد هذا هو الخبر الجديد طبعا لكن هناك خبر أهم وهو مفاجئ سنحكي عليها الآن رئيس التنفيذي لشركة تويتر طرق أغراوال يعني في تغريدة قال إنه سعيد من ضمام إيلون ماسك إلى مجلس إدارة التويتر ووصفه بالشخص المؤمن الشغوف والناقد الشديد عفوا للخدمة يعني هو يرحب بهذا الشخص كون هناك منافسة شرسة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي يعطي فقط مثال يعني فيسبوك توجهت إلى عالم الميتافيرس لتخلق يعني تنافس وتنافس وتبقى في الرياضة على عكس شركة تويتر طبعا لكن يعني لو نشوف إيلون ماسك فجأ الجميع ورفض الإنظام إلى مجلس الإدارة رجح البعض يكون سبب أنه لم يكن راضيا بالحصة التي تحصل عليها كان يريد أكثر هو حصل على خمسة عشر بالمئة على أقصى التقدير يعني هو الآن يملك 9.2 يمكن له أن يصل إلى غاية خمسة عشر بالمئة إلى غاية عام الفين واربعين وعشرين طبعا هل توقع في الفين واربعين وعشرين يكون من ضمن مجلس الإدارة لتويتر؟ أكيد أكيد لو أتيحت له الفرصة ليكون بحصة أكبر أكبر من خمسة عشر بالمئة